ستشكل لجنة برئاسة سيد قاسم العرجي مستشار الأمن القومي أنا أعتقد هناك ثلاث نقاط حسب اعتقالي سيتم العمل عليها أولا سيدهب وفد إلى مدينة أربيل وفد أمني عراقي إلى مدينة أربيل للتأكد والتعقق من الموقع المقصوف هل فعلا حتما ستكون هناك دلال إن كان هو تابع مثل ما يقولون كمركز تخبارات للموساد أو شيء سيتأكدون ثم سيتم استدعاء السفير الإيراني مسجدي سيسلم مذكرة شديدة اللهجة ثم بعد ذلك والنقطة الأهم أنا أعتقد أنهم كحكومة عراقية سيطلبون من الجانب الإيراني الأدلة والإثباتات التي تثبت بأن هذا موقع الموساد الإسرائيلي أو موقع للصحيحين حسب ما يعني هذه المصادر مؤكدة سيعملون على هذا العمل لكن هو في كل أحوال هذه التبريرات هي مشكلة يعني أنت لو تشوف تسلسل لحدات طبعا إحنا منايمين باقين للصبح نتواصل في هذا بداية ذكروا بأنه أكو واحد محكم بالإعدام اللي سابقا مسكودي يطلق صواريخ اسمه حيدر حمزة وأن هذا اللي عنده تحكم حكومة حكومة تقليم بالإعدام هذه ضربة تعرية ثم ظهر سبب ثاني أنه اثنين من قادة الحرس التوري مقتونين في سوريا وهذه الضربة نتيجة هذه اللي قتله ثم ظهر سبب ثالث بأنه يابا هذا مركز تخبارات وهو انطلق من عنده طائرة مسيرة راحت قصفة كارمنشاه فردوا عليها الإيرانيين حسا سبب رابع بأنه نتيجة الإسرائيل أو أمريكا هم عداء مع إيران نعم وهذه كلها الأسباب ما تخلي بلد ينتهك سيادة وحرمة بلد آخر أكو سياقات دبلوماسية إحنا اليوم هل هم بعثوا على الحكومة العراقية وهما ما شاء الله يعني يوميا رايحين جايين من العراق كان ممكن أن يجون للحكومة العراقية سيد قاعاني يجلس مع سيد الكاظمي يقول له وبعدين أصلا قاعاني ممكن بأربيل بالمناسبة قاعاني مذهب إلى مسعود المبادرة الأخيرة مع سيد مسعود برزاني مم قاعاني هو ذهب لله هناك إليه وطلعت صورة في أربيل كان ممكن أن يقول له يابا هذا الموقع موقع الموساعد وتتنطلق منه هجمات على إيران ترجمة نانسي قنقر